السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حالكم أصدقائي متابعين قناة The Future Coin و قناة PTC World أصعد الله أوقاتكم أصعد الله مسائكم أصعد الله صباحكم حسب التوقيت اللي عم تشوف في هذا الفيديو في هذا الفيديو أصدقائي راح تكلم عن تحليل مهم جدا للبيتكوين لا تنغروا كلام المحللين الأجانب أو مصانعي السوق طبعا كثير من القنوات عم تقول انه في هبوط في قاعة جديدة للبيتكوين في مخاوف كبيرة بالسوق بهذا الفيديو راح نشرح كل شي أبدا من بلش فيديو أصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرسة يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة خليكم معنا أصدقائي إلى بعد الآن تنسوا تنضموا قناتنا على التليجرام والرابط راح يكون أسفل الفيديو خليكم معنا طبعا أصدقائي أول شي نحن نرجع بالشارت إلى شهر الثاني في عام 2021 طبعا إذا منشوف الشارت في مناطق لما لمسنا منطقة الـ 64 ألف دولار طبعا شبابة عند منطقة الـ 31 ألف دولار صار عندي قاع مزدوج هذا النموذج معروف لأغلب المحللين لعملات الرقمية القاع المزدوج معروف عن محللين الكريبتو أو العملات الرقمية أعلم أن هذا النموذج هو أجمل نموذج بالنسبة لإلنا لأن هذا يدل على صعود كبير جاء لسوق الكريبتو نموذج القاع المزدوج اختبار أول لـ trend واختبار ثاني وبعده كسر قمة طبعا هاي مش من المرة الأولى راح تكون طبعا حاليا راح نرجع شوي بالشارت راح نقدم لأدام أكثر طبعا أصدقائي عندي هون كمان قاع ثلاثي وبدل كمان حلولوا على أنه قاع ثنائي أو قاع مزدوج بعد كسر الـ trend أو كسر القاع طبعا كسر كاذب وبعده اختبار مرتين تنحسب عندي قاع مزدوج وبعدها كسر قمة لمنطقة 68 ألف دولار طبعا حاليا عم نمر بنفس المرحلة لأصدقائي هاي نرجع بالشارت شوي أصدقائي نحن عند نفس القاع المزدوج اللي صادفناه بالمرات السابقة عند تكسر القمة طبعا شغلة ثاني أصدقائي الـ trend نحن عنده حاليا نرفض من الكسر مرات عديدة جدا حاليا أصدقائي نحن عند دعم بدل تدخل صفقات long أنا بط بنصحك بشدة تدخل صفقات long طبعا الخطوة الأولى عندي ارتفاع بالنفس الموجي اللي نزل فيه المرة الأخيرة يعني عندي ارتفاع الى 23500 طبعا إذا بدك تدخل صفقات long أنا بشجع بشدة أن تدخل صفقات long لكن stop lose أسفل الـ 2500 مجرد الإقفال شمعت اليوم أسفل الـ 2500 بتخرج من صفقاتك طبعا ما دام نحن أعلى الـ trend وأعلى الدعم فهذا أمر إيجابي وعندي فرصة كبيرة لنرجع نختبر 23500 ممكن مذاك الوقت أصدقائي نرجع نختبر منطقة 22500 وبعد أن نكسر النموذج الصاعد الموجود أمامكم يعني ممكن خلال الأسابيع القليلة القادمة نكسر منطقة 30 ألف دولار لكن كل هذا الشيء أصدقائي بحتاج لوقت يعني نحتاج لشهر أو شهرين لحتى نشوف ارتفاع لكسر قمة ممكن نشوف بتكون بكسر قمة 70 ألف دولار لكن بحتاج لوقت كبير جدا حاليا نحن عند نموذج القاع المزدوج هذا النموذج معروف عند المحللين ومعروف أنه هذا أفضل النماذج الصاعدة طبعا أصدقائي رحل نشوف هاي الصور أمامكم هاي الصور تشرح عن نماذج القاع المزدوجة مجرد ما صار عندي قاع مزدوج عند trend صاعد أو بدعم قوي فعندي احتمالية تقريبا 80% بصعود العملة فهذا التحليل أصدقائي اللي بينطبق حاليا على البيتكوين وعلى سوق العملات المشفرة طبعا شباب هذا تحليل متنبؤ بالغيب ما حدا بيعر بالغيب ممكن البيتكوين يكسر الدعم وينزل لكن احنا إذا بدنا ندخل صفقات لونغ نخلي الـ stop lose تحت الـ 20500 طبعا أي شخص ما بيحترن الـ stop lose عنده فرصة بخسارة رأس ماله كان future أو spot طبعا حتى بالـ spot بتخسر ممكن تحلق شهور بالعملة طبعا تروح كثير فرص من ايديك فرصة مضاربة ارباح كثير تروح من ايديك وانت تكون عالق بخسارة يفضل الـ stop lose استخدامه ممتاز جدا وبيحميك جدا جدا أصدقائي من قوموا صناع هذا الفيديو بتمنى الفيديو يكون نال عجابك لا تنسى تضر على لايك وتشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس وتنظم لقناتنا على تليقرام الرابط أسفل الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة